أخرى قوية حقاً ضمن جداول البيانات هي P-LOOKUP وتعني البحث العمودي. إنها صيغة تستخدم للبحث عن معلومات محددة تقع ضمن العمود في جدول البيانات إذ يتم البحث بشكل عمودي. ويمكن استخدام صيغة مشابهة يمكنك بها البحث عن قيم ضمن الأعمدة وتدعى H-LOOKUP البحث الأفقي. هذا مفيد جداً لمجموعة البيانات الضخمة عندما تريد رؤية معلومات محددة فقط على سبيل المثال. في مجموعة ضخمة من بيانات حضور حدث ما قد ترغب باستخراج أزمائهم ومتطلباتهم الغذائية فقط. لإبقاء الأمور بسيطة سنستخدم مجموعة بسيطة جداً من البيانات. يمكنك إيجادها أدنى. لذلك قوموا بفتحها وأخذ نسخة للعمل عليها. انقل بعض الأعمدة إلى الأمام وأنشئ عمودين جديدين بعنوان الاسم والمتطلبات الغذائية. انقر على الخلية الأولى تحت العمود الجديد. الاسم وأكتب يساوي. ومن ثم انقر على الاسم الأول في البيانات الأصلية ثم اضغط Enter. هذا سوف يكرر الاسم من بياناتنا الأصلية إلى عمودنا الجديد الاسم. قم بتكرار هذه الصيغة للأسفل. الآن لدينا قائمة مكررة من الأسماء. الآن انقر على الخلية الأولى ضمن عمود المتطلبات الغذائية. وأبدأ بكتابة يساوي V-LOOKUP. سوف تلاحظ أن صيغة V-LOOKUP لديها عدة متطلبات. تحتاج إلى مفتاح بحث ونطاق وفهرس. وشيء يبدو غريباً بعد الشيء يدعى IS-SAUTED. مفتاح البحث هو المعرف الفريد الذي تريد البحث عنه. في هذه الحالة هو الاسم. لذلك انقر على خلية الاسم الأولى. النطاق هو أين تريد أن تبحث. في هذه الحالة في كل الخلايا التي تحتوي على البيانات الأصلية. لذلك اكتب فاصلة ومن ثم قم بالنقر والسحب لتحديد كل بياناتنا الأصلية. الفهرس هو العمود الذي تريد سحب البيانات منه. في هذه الحالة هو التفصيلات الغذائية وهو العمود السادس. وبالتالي اكتب فاصلة أخرى ومن ثم الرقم 6. IS-SAUTED يحدد فيما إذا كانت البيانات التي تبحث عنها منظمة بالترتيب أم لا. ويمكن أن تكون هذه القيمة TRUE أو TRUE. FALSE تعني بأن التطابق بشكل تقريبي مقبول. وFALSE تعني بأنه يجب المطابقة مع مفتاح البحث بالضبط. في هذه الحالة يمكننا تركه بما أن FALSE هي القيمة الافتراضية. قم بإغلاق الأقواس وأضغط ENTER. يمكنك رؤية أن التفضيلات الغذائية لسوزن قد تكررت إلى خارج عمود المتطلبات الغذائية. يمكنكم تكرار الصيغة للأسفل. فسيكون لديكم قائمة تحتوي على الأسماء والتفضيلات الغذائية فقط بدون أي معلومات أخرى غير لازمة. بإمكانكم أيضا القيام بذلك في ورقة عمل منفصلة للإبقاء عليها أكثر ترتيبا. اشتركوا في القناة